عاوي طبعا نجم النادي الاهلي ورئيس اللجنة الفنية بالبطولة طبعا بنتشرف بك في البداية عشان قناة الاهلي وعايزين ناخد رأيك كابتن في اداء الفريق النهاردة احنا بتشرف بقناة الاهلي الاول اللي جات شرفتنا وزادت بهجة يعني على البطولة المباراة ملخصها يعني ان الفرقة التانية الاجانب بتاعتها بتلعب من فترة طويلة احنا الاجانب لسه ما وسطوش لمرحلة الانسجام بنا نسابهم عالية جدا يعني اللي حطين حوالي اربعتاشر اه خمسشار سري بوينت من واحد تلاتين اللي اهلي حطت تمانية من واحد برضو تلاتين اه التجانس لسه عشان لسه واحد جاي اول مباراة بعدين ما بيلعبوش معاك في الدوري مشكلة الناس دي ما بتلعبش معاك في الدوري فمش عارفناش نشوفهم يعني لكن اللي عايز اقوله ان الجمهور طبعا مؤثر اه لكن كمجلس ادارة وفر كل ما يلزم للبطولة لانجاح البطولة اعتقد انها من انجح البطولات التي عملت على صالة النادي الالي بشهادة الجميع يعني بما فيهم الاتحاد الافريكي والقائمين عليه اه بالنسبة المباراة اه كانوا مفقين زيادة على زوم يعني كانوا مفقين اكتر مننا اه مفقين في الرماية الحرة ومفقين في الرماية السلاسية اه فرقة متجنسة بتلعب ما بعطاها بقالها فترة كبيرة جدا اه حاول طريق خير ان هو يوقفهم ببطايم او ببعض الاشياء القانونية في الباسكتبول لكن هما فرقة كويسة وفرقة مكتملة وهم من اول ما جم هما يعني الامور بالنسبة لهم واخدنا بجدية شايف ان الفريق النادي الاهلي النهاردة عمل اللي عليه محدش يعني ما كانش فيه تقصير من ناحية الفريق لا انا ما اعتقدش ان فيه تقصير ولا واحد يقصر اه وبعدين الخسارة في البداية يعني مش نايت ان شاء الله احنا قدامنا فرصة ان انا نحسب نكسب بطل موزنبي ونكسب بطل رواندا ونسعد مع الفريق المزنبي وما حدش عارف لسه ظروف الدورة ده اول يوم ما حدش عارف انجولا هتمش كده ولا ممكن تخسر ولا يعني برضو ظروف الدورة مرفش احنا من النعم اللي علينا وان شاء الله ان شاء الله هيبالينا حظ في ان ندخل دورة التمانية ان شاء الله خيرا كابتن سلعوي انت حضرك اسم كبير شايف المنافسة طبعا على صدارة المجموعة هتكون عاملة ازاي وهال هتكون في صالح النادي الاهلي لا اعتقد النهاردة هو المباراة الفاينال النهاردة لان الاهلي اقوى فرقة وانجولا اقوى فرقة فهم الفريتين اللي من اقوى الفرقة هم ده نهائي مبكر اللي تلعب النهاردة الفريتين التانيين مستوهم يقل بمسافة عن النادي الاهلي وعن نادي الاول اغسط بطل انجولا فهو ده النهائي المبكر النهاردة لكن اللي احنا ان شاء الله هنكسب بإذن الله المطشين الجايين وهنزل نوصل لدور 16 وفي الفترة دي هكون الاجانب اللي احنا معانا الاثنين امريكان واحد النيجيري هيكونوا تجانسوا مع الفرقة واخدوا فترات طويلة من التمرين ويا رب توفيقكم في نصيبنا يعني عشان هم الولاد نويين ان شاء الله اعمل عاك وبصراحة ما اثروش انا يعني انا متابع الفرقة بالي فترة كبيرة لكن الولاد ما اثروش هم كلهم عملوا عليهم بصراحة شكرا الله خليك ونشكر قناة الاهلي المرة التانية احنا نتشرفنا بيك شكرا ربنا خليك شكرا